أهلا بحضراتكم شهدت الدولة خلال ثماني سنوات الأخيرة منذ طول الرئيس عبدالفتاح السيسي شهدت طفرة تنموية على كافة الأصيدة وتحديدا قطاع الطاقة الذي شهد إنجازات مختلفة وخلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2022 تم توقيع 108 اتفاقيات بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز باستثمارات حدها الأدنى نحو 22 مليار دولار ومنح توقيع قدرها نحو مليار و300 مليون دولار لحفر 409 أبار استكشافية كحد أدنى كما تم توقيع 112 عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية وذلك بإجمال منح تنمية تقدر بأكثر من 53 مليون دولار كما تم تحقيق قرابة 400 اكتشاف بترولي جديد بالصحراء الغربية والشرقية والبحر المتوسط وأيضا في سيناء والدلتا وخليج السويس وفي مقدمتها كشف ظهر العملاق للغاز الطبيعي أضخم اكتشافات الغاز في مصر والبحر المتوسط وأضافت هذه الاكتشافات احتياطات بترولية قدرها نحو 503 ملايين برميل زيت ومتكثفات ونحو أكثر من 39 تريليون قدم غاز طبيعي وارتفع انتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى معدلات غير مسبوقة حيث ارتفع إلى أعلى معدلات كأحد ثمار خطط الدولة في الإسرائي بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الانتاج بما أسهم في زيادة الانتاج تدريجيا لتحقق مصر الاكتفاءة الذاتي في سبتمبر من عام 2018 وتتحول من أكبر الدول المستوردة للغاز المسال بين عوام 2015-2017 إلى التصدير ومن ثم نجاحها في دعم مكانتها كلاعب رئيسي في قطاع الغازة وتبوأت مصر للمركز الثاني في شمال إفريقيا والشرق الأوسط في انتاج الغاز الطبيعي والرابع عشر عالميا في انتاج الغاز الطبيعي في عام 2020 بعد أن كان ترتيبه الثامن عشر عالميا في عام 2015 وعلى الرغم من تحقيق الاكتفاءة الذاتي من الغاز الطبيعي قامت مصر بطرح مبادرة لإنشاء منتدى غاز الشرق المتوسط ومقره القاهرة بهدف ضمان حوار مستدام حول التعاون التجاري والمالي والتقني للتعامل مع التحديات الإقليمية واستخدام البنية التحتية المتاحة لتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لاحتياطات الغاز الحالية والمستقبلية ومن خلال هذا المنتدى حققت مصر عدة مكتسبات أهمها تصدير الغاز المسال إلى أوروبا فتمتلك مصر محطة إسالة للغاز الطبيعي تعمل بطاقة استيعابية إجمالية تقدر بملياري قدم مكعب يوميا وتقدر تكلفة إنشاؤهما بنحو ثلاثة مليارات ومائتي مليون دولار وتضعفت قيمته الاقتصادية إلى خمس أضعافها الآن وتقوم هذه المحطات بتحويل الغاز الطبيعي من حالته الغازية إلى الحالة السائلة حتى يمكن تحميله على سفن وتصديره كما حققت مصر الكثير من الخطى في طريقها كمركز إقليمي للطاقة واستطاعت أن تستحود على ثقة دول وقوة إقليمية عظمى ويعد أحد الأدلة على ذلك انطلاق ومؤتمر ومعرض مصر الدولي لبترول خمس مرات على أرض مصر مشاهدين الكرام كان هذا عرضا موجزا حول إنجازات الدولة خلال الثماني سنوات الماضية وتحولها لمركز إقليمي للطاقة شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة